بصمتٍ ودون أي ضجيج شفراتٌ وسيوفٌ حادةٌ تتناثر منه لحظة سقوطه اسرائيل تستخدم صاروخاً جديداً لتنفيذ اغتيالات قادة حزب الله بالضحية الجنوبية لبيروت أثار هذا الصاروخ المواجه الذي يحمل اسم نينجا دهشة اللبنانيين بعد توثيق إصابة شابٍ من عناصر حزب الله عانى من جروحٍ خطيرةٍ أدت إلى بطر جزءٍ من جسده وكل ذلك دون سماع داويٍ فجار بحسب مصدرٍ أمني صاروخ نينجا الذي يستخدم للمرة الأولى في لبنان يصيب المستهدف بجروحٍ بليغةٍ تؤدي إلى الوفاة أو إلى بطر الأطراف دون إلحاق أضرارٍ كبيرةٍ بالمحيط ويمكن للصاروخ اختراق السيارات والمباني أيضاً الصاروخ المزود برأسٍ غير متفجر يتطلب استخدامه معلوماتٍ استخباراتيةً عالية الدقة كما أنه موجهٌ بالليزر حسب ما ذكرت صحيفة وولستريت جيرنال وبمقدور الصاروخ وفقاً لتقارير عسكريةٍ اختراق أكثر من مئة رطلٍ من المعادن علماً أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر